سباح الخير 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 بتاعتهم لأنه يعني يعفعوا من أي شيء مش هيفيه منهما ما يختاروش في المكان بعتقد فادي تفاصيلتي كلها تبقى فقرة عن تصويت المصريين في الخارج ودي تبقى فقراتنا نهاردة احنا تلخاملة في كلام ونركوش عندنا نهاردة عندنا كمان فقرة عن احداث العنف اللي حصلت في الصعيد وختام رهيب عندنا فقرة عن الوثيقة وطبعا هي وثيقة المبادئ الدستورية واللي اثرت جدل كبير جدا واللي ناس كتير جدا مختلفة عليها وناس متفقة عليها يعني فيه احداث كتيرة جدا واعتقد هي دي اهم الاحداث اللي بتهم الشارع المصري واللي دلوقتي كلنا بنتكلم فيها ونتمنى الازمة تخلص وعشان مليونية بكرة ما تحصلش لكن هنروح نبتدي اول فقراتنا مع رانيا في استهارات صحفة اليوم مع استاذ محمد سعد عبدالحفيز رئيس قسم السياسي بالشروق انتظرونا بعد الفاصل